نطلع من عبد الرحمن مجدي لواحد بقى ايه مش عنده كوكتيل ده الزبط كلها يعني الفخفخينة كلها والشغل العلي كله تمام واحنا مستنوه بقالنا كتير يعني صالح جمعة احنا مستنوه بقالنا كتير قوي صالح جمعة عنده ميزة وانت صحح لي انا مشوفتهاش في لعيبة كتير مش هقولك مش هكون مبالغ ان انا مشوفتهاش في لعيبة كتير في مصر ولا في افريقيا في العالم هو عنده جود التمرير وتنوع في تمريراته انا بشوف ان هو عند لعيبة قليلة جدا في العالم هو بيدي تمريراته باصز من اي حتة في الملعب لاي حتة في الملعب قطري طولي عرضي بيني ثروهاء اي حاجة سكينة في الحلاوة حال بس كل ده بقى مع كوكتيل الجميل والفخفخينة اللي انت بتتكلم عليها فما خلالنا سنشوف الكلام ده ايه ده اللي انا عايز اقولها بقى اه العقلي ايه طيب خلنا نقول اه 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 مش انا وانت اللي بسنين سلح جمعه طب انا عايز اقولك على حاجة عشان نبقى صرحة احنا بقالنا الكلام اللي انا بقوله ده كلام مكرر ومعلب اه وبنقوله بقالنا خمس ست سنين سلح جمعه انتهى لا بس بقوله يعني لو الموسم ده بفضلش بالحالة اللي هو فيها هو مركز وعايز يعمل كده هيبقى بعيد تماما معلش احترمي وتقديري شديد حالة ايه ده هو لعب ماتش المصري بس ما انا اقصد ان معا كل نتقديره الاحترام اللي صالح هو ملعبش غير ستين دقيقة في ماتش المصري حالة في جولة الحداشر هو ملعبش غير ستين دقيقة هو عامل حالة كويسة وكان مركز جدا فيها ده لا نقصده ولكن احنا مستين صالح بقالنا قدي ايه مش احنا وانت ده مصري كلها ما وفي نقطة انا برضو مش عايز احنا نكون بنرتكب خطأ كاعلام تمام ان احنا نكون هو عشان نحط الامور في نصابها تمام بكل التقديم الحلوة اللي انا قلتها لصالح دي هو صالح السندي لعب ستين دقيقة تمام ماتش المصري تمام الستين دقيقة دول هو بقى ممكن يقعد يعيش عليهم ايه خمس ست سبع تامن تسع ماتشاط ويجدد كمان السنة الجاي فاهم فانا سؤالي ليك انا فاهم هل انت شايف ان الستين دقيقة دول حتى بالستين دقيقة دول صالح جمعة انتهى ومش هتشوفوا منه حاجة ولا في امل ولو واحد في المية انه لا الستين دقيقة دول ممكن يعمل عب له سنتين كده يحاول يعوض اللي فاته لان انا مقتنع انه مش يعوض حاجة من اللي فاته لان خلاص الوقت جديد انتهى بالظبط طيب خلينا نقول ان العقلية اللي احنا بنتكلم عليها يعني هو قدامه كمان ماتشين ويرجع تاني النفس الريد ده اللي احنا بستنينه من مين من صالح اللي بيشوفه بقنا خمس سنين ماتشين ثلاثة وشكر ما بقاش موجود صح كده ده اللي احنا متعودين منه بس انا بقوله اسمع كلامي دي اخر فرصة لو انت السنة دي ما مشتش على نفس النمط ده ونهاية الموسم هتوصل لحتة مش وحشة ولكن المفروض كان يوصل للمكان افضل من كده طبع ولكن انت عطلت نفسك كتير فانا اوصل لحاجة يعني كويسة احسن ما فيش حاجة خلص ده اللي مقصوده والنهاردة انا عارف ان هو مش هيكمل لان اعرف الشخصية وعارف الدماغ لان انا بقى لخمس سنين في نفس الكلام من وقت ما كان في الاهلي هيرجع 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 مفيش فاية هيرجع مفيش يعني المشكلة كلها ان انت مستني حاجة من حد انت عارف النتيجة ولكن انت بيتحاول تديله حياني دافع يمكن الامور تتحسن ويبقى افضل انا صالح جمعة بفكرني يا ابن يلا تعالى اتقدم عشان نجي اه يا بنت اتمراتي يا عم يلا عشان نعايزين نتكتب يا بنت وهو وهو ما فيش حاجة هتحصل هو نفس القصة كده اربط العقلية باي حاجة فوضوع منتهي